وأبدأ معك مباشرة سيد فيصل الملف النووي الإيراني ربما يمكن القول بأنه حكاية لا تريد أن تنتهي تنفس العالم بالفعل في عام 2015 بعد التوصل للاتفاق النووي الإيراني عقب سنوات من مفاوضات الشد والجذب بين إيران والغرب وتحديدا في الثامن من مايو عام 2018 عاد العالم ليحبس أنفاسه من جديد بعد الانسحاب الأمريكي من هذا الاتفاق انسحاب ترامب يعني حولت بقية أطراف الاتفاق ربما جهدها لإنهاء التوتر لكن دون جدوى اليوم نسمع من جديد عن تحريك المياه الراكدة هل نحن في طريق العودة للاتفاق؟ اتفاق عام 2015 أم الذهاب ربما في طريق اتفاق جديد؟ أم البقاء في حالة اللحل؟ مساء الخير أستاذة جمانة إيريك لضيوفيك ولكل المشاهدين وشكرا لهذه الاستضافة لأول مرة لعلها فأل خير علي وعليكم إن شاء الله شكرا لك بالنسبة لحكاية الملف الإيراني كما تفضلت الملف النووي الإيراني وكأنها حكاية بريق الزيت كما يأتي في الأساطير وهذا كله بسبب التلاعب الأمريكي والتلاعب الغربي بهذا الملف منذ أن بدأ منذ سنوات طويلة نحن لا نتحدث عن جولات بسيطة نتحدث عن سنوات وسنوات استغرقت فيها المفاوضات حتى وصلنا إلى 2015 وعندما وقع هذا الاتفاق بعد أكثر من 11 عاما من المفاوضات المتواصلة وكانت سلطنة عمان إحدى الدول الراعية أو الوسيطة في هذا الإطار وكان الاتفاق ينص على ما ينص عليه أنا ذاك على عدة بنود منها حق إيران في التخصيب لأجل الغرض النووي السلمي أو الطاقة النووية السلمية وأيضا كان هناك لإيران بعض المطالب الأخرى المتعلقة ببعض الحجوزات المالية وغير ذلك ورفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنها ثمت دول عربية أقليمية فاعلة وأيضا طبعا طيب سيد طيسل هل يمكن القول الآن بأن المياه الراكدة تحركت حينما نسمع عن هذه التصريحات من هنا أو هناك حينما نسمع عن التسوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ربما هناك من يقول بأنه ثمت ضوء أخضر أمريكي للوكالة لكي تقوم بهذه التسوية مع طهران هل يمكن الحديث عن اتفاق الآن في هذه الفترة تحديدا قبل أن أتحول لسيد ما في عقالة من فضلك لكي أكون صريحا معك نعم هناك أخبار حول هذا الموضوع وهذا كله بفضل التبات الإيراني وليس منة من الولايات المتحدة الأمريكية ولا الغرب ولا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعتقد أن التبات الإيراني فرض نفسه على طاولة المفاوضات فرض نفسه على قاعدة أن إيران لم يمكن أن تتراجع وبالعكس ذهبت إلى الأمام